عزمة خسارة يعني كرة القدم عالمياً أنت بتكلم على خسارة فداحة أنت كامعة 2 مليار يورو هو جزء منها مباشر وجزء منها غير مباشر جزء منها تأثر بشكل عظيم بالأزمات المالية اللي مر بيها العالم كله أثرت على كل القطاعات بتدرش تنكر أنه الرعاة عانوا مالياً فبالتالي حجم إنفقهم على فكرة الرعاية أو فكرة الدعاية والإعلام في كرة القدم قالوا وبالتالي تأثرت الأندية وتدرش تنكر أن المدرجات اللي فضلت فترة طويلة جداً في عدد كبير من الملاعب فاضي أثرت بشكل كبير جداً مبيعات تيكتز حاجات دي كلها أقلت لكن بالمناسبة الأرقام دي حد سأل برضو أنا همني كده هل في حد متخصص في دراسة وإحصائيات المرتبطة بصناعة كرة القدم البيزنس الجانب اللي مرتبط بالبيزنس في كرة القدم سيكم الفنيات والكرة والتاكتك مين مدير فني شاطر مين مدير فني مش شاطر مين لعيب كويس مين لعيب مش كويس دي حاجة لها خبراءها ومحللينها لكن لما يجي تكلم على صناعة كرة القدم وهي صناعة مهمة جداً جداً وقوية جداً في دولة زي مصر لازم يبقى ليها يمشحنا عندنا كده مصادر للعملة الأجنبية أنا شايف أنه الرياضة كرة القدم تحديداً تبقى زي قناة السويس كده زي قطاع السياحة مهي مصادر دخل العملة الصعبة أنا شايف أنه الرياضة في مصر لو شغالها بشكل مدروس ومنظم ومحترف تقدر تكون ليها تبقى واحدة من أهم مصادر دخل زي ما حصل مثلاً مع فرنسا مع بلجيكا مع برزيل طبعاً من زمانه الأرجنتين دي ناس طول النهار قاعدة بتصدر في العيبة طول النهار بتصدر في العيبة بدل ما إحنا عادين كده ركنين على أبو صلاح ونقول محمد صلاح وليفربول وأحسن لعب في العالم طب ما يعني نشتغل بقى محمد صلاح تلع بالصدفة محمد صلاح أنا أسف في الكلمة يعني طلع كده عشوائي يعني هنطلع إحنا بقى كم محمد صلاح شوفنا المصري هي القماشة المصري هي ممكن تعمل إيه طلع في نفس الظروف ونفس المعاناة ورجل طلع عينه كان بيعاني وما استسهلش وما تعبش وما وقعش وما تكسرش عندك إنت بقى منظومة طلع كم واحد زي محمد صلاح شوفتوا منتخب غينيا اللي احنا لعبناها في تصفيات أمم أفريقيا أو المطش لعب وقهاب جلال كان محترف وبيلعب فين مصر أقل من غينيا بالتأكيد لا لكن انت عندك حاجات كتيرة جدا مبوازة المنظومة يعني الاستثمار في مصر قام الفلكية للأسف الشديد جدا مفترض أنه أي دولة بيخش فيها استثمار رياضي يعني بيساهم في أن المنظومة ترتفع وترتقي احنا حصل عندنا العكس احنا بوازنا اللعيبة للأسف الشديد لأن احنا فتحناها سداح مداح فتحناها فبوزنا بدل من صلح فيه كام نادي في مصر بيكسب حد يقول فيه كام نادي في مصر أنديت الدولي الممتاز فيه كام نادي فيها بيكسب فنيا ومديا يعني هو جاب فرقة وعمل لها معسكرات وعمل صفقات وجاب جهاز فني ودخل البطولة ولعب مطشاط وعلى آخره المحصلة ايه في الآخر حقها بطولة تعظيم سلام كسب فلوس الأرسنل بقالوا كام سنة مكسبش من أكثر من أكثر الأندية اللي بتكسب نتيجة اكتشافها للمواهب وتصدرها للمواهب دي اللي أكبر أنديت أوروبا يعني حاجة من هنا أو حاجة من هنا مش أقول لكم وعمل لتنين مع بعض حد بيسأل ده حد بيدرس ده حد بيشوف ازاي حط القطر القواعد اللوايح اللي اتحقق الاستفادة لمنظومة كرة القدم ولا الموضوع ماشي عشوائي خش ودي لده مئة مليون أقول لكم على كام موهبة في مصر ما حققتش حاجة ما كانش ليها أي دور موهبة بجد موهبة كانت تستحق تلعب في أحسن عنديها في أوروبا لا حققت لنفسها حاجة ولا حققت لفرقتها حاجة ولا حققت لمنتخبها حاجة كتير قوي عندي منهم كتير جدا بس يعف اللسان أن أنا أذكر أسماء زي كتا في النهاية هم اللي جانوا على نفسهم يعني ومصر ما بتقفش على حد وما عنديش شك أنه في مصر فيه عشر عشرين تلاتين زي محمد صلاح هننفعل بقى ونقول إهاب جلال يمشي وإهاب جلال يرحل وأنا لا مع إهاب جلال ولا ضد إهاب جلال يعني أنا شايف بس أنه الراجل من الظلم جدا أنه يحسب على فاتورة طويلة جدا ممتدة لسنوات طويلة ومالحقش يعمل حاجة حدش فيش مدرب في ثلاث مطشات يلحق ينقلك النقلة اللي أنت مستنيها ما فيش مدرب على سطح الكوكب يعمل ده مش في مصر مش مدرب وطني الديني مقدمات أقولك نتائج الديني دوري قوي منافسة قوية موسم منضبط مواعيد بطولة بتبتدي في مواعيد معينة وتنتهي في مواعيد معينة موسم بيبقى فيه راحة سلبية موسم بيبقى فيه فترات إعداد موسم مخططين له بشكل جيد عارفين التزامات المنتخب وإمتى فيه مساحات أننا نشتغل على منتخب ألف ومنتخب به ومنتخب شباب كمان إمتى آخر مطش انت فكروا مباراة ده لعيبها لمنتخب الوطني ولا تفتكر كان زمان فيه فكرة منتخب الضلة أو منتخب المحليين وماشى بتطلع للمنتخب الأولاني وبتطلع لأندية اللي بتعطي دورة على مواهب والأسف شديد جدا خدوا بالكم كل ما بتقل المواهب في الكرة كل ما قلت السلعة أو كل ما نقدرها تسلعة زت تمنها عرض وطلب بنلف في دائرة أنا بكلم عن الثمنتاشر نادي نادي بينزل ونادي بيطلع بياخد لعيبة النادي اللي نزل للدورة الدرجة التانية ويمشي لعيبته تنزل ترجع تاني للدورة الدرجة التانية نفس الوجوه ونفس الأسماء ونفس الأطر اللي احنا بندور فيها ونفس المديني الفنين اللي بندور فيه بقى عشر سنين بس ده مرة هنا وده مرة هنا وده مرة هنا كراسي موسيقية في الحقيقة يعني كمية مشاكل في المنظومة هي اللي وصلتنا في الآخر كده مش قصة أبدا مين المدير الفني ومين اتحاد الكورة لكن هي قصة اتحاد الكورة تحديدا ان احنا مشوفنا لوش رؤية لكن حقيقي حقيقي انا في دايلاما يعني انا بسأل نفسي السؤال ده وانا جاي طب استقال اتحاد الكورة هنعمل ايه هنرجع تاني للجان مرة خماسية ومرة سلسية طب هي اللجان دي عملت ايه اساسا يعني اللجان اللي كانت مسؤولة قبل كده ايه طفرة النوعية اللي حصلت في عهدها جات ازاي ومين اللي اختار وايه البصمة واللي جاب اللي فات هو اللي هيجيب اللي جاي فهل تتوقع انه نتيجة تختلف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة